انتهت بطولة خريجي 25 بفوز المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم لكن لم تنتهي حفلات التكريم بعد حيث قام مجلس الأعمال العراقي بتكريم اللاعبين بسيارات حديثة مسجلة بأسمائهم بإقامة احتفالية توزيع الهدايا التي وعدنا بها مجلس الصاد العراقي لاعبي المنتخب العراقي الذين فازوا وفرحوا وأسعدوا الشعب العراقي بفازوا بكأس خليجي 25 خليجي 25 هو رفحة رأس لكل العراقين وليس من منطقة بصرة أو البغداد أو كذا لكن هي من الزاخو مثل ما قالوا وأيضا رفحوا رأسنا المنتخب وكلنا فرحان بهذا يعني سعداء فرحنا مع اللاعبين هم يستحقون هذا استحقاقهم لكن للأمانة هذا موضوع مو سهل موضوع يمكن أحيانا ينقلب بالضد هذا التكريم وهذا الاحتفال وهذا سوف يولد ضغط على اللاعبين أتمنى أن يحسون بهذه المسؤولية القادمة القادمة سيكون صعب ممكن بطولة الخليج البعض أنه أشكال على مستواها الفني والبعض الآخر أنه فرح في هذه البطولة المهم هو استحقاق عراقي حفل تكريم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم حضره نخب مختلفة في مقدمتها شخصيات حكومية وبرلمانية وبعض اللاعبين الرواد وفنانين وشخصيات معروفة وشيوخ عشائر بعض الفنانين أكد أن موجة التكريمات التي تلقاها المنتخب تولد حافزا عن باقي الطاقات الرياضية في ألعاب أخرى فيما أكد بعض آخر من الشخصيات ما قدم إلى المنتخب ليس بالجديد على العراقيين المعروفين بكرمهم كل مبادر لتشجيع أي مبدأ في كل مجالات الحياة أراها حالة إيجابية وبالتأكيد تعطي أيضا دفع معنوي للآخر أن يبدأ ومن هؤلاء المبدعين والمثابرين الذين حققوا ما يحقق الفرح والسعادة في قلوب العراقيين هو منتخبنا الوطني هذا المنتخب الذي رغم كل ظروف والصعاب ولكنه صنع الفرحة للعراق صنع الفرحة للعراقيين أي شيء يفرح الشعب العراقي نحن داعمين له كانت رياضة كانت ثقافة كانت تعليم أي مجال يفرح الشعب العراقي نحن وياه هذا الهدف هدف اليوم ندعم وغيرنا ندعم ونرجع الكرة العراقية مثل قبل إن شاء الله تقريم تلو آخر تلقاه المنتخب الوطني لكرة القدم التي استحقها بكل جدارة بحسب كل من شاهد مباريات المنتخب في بطولة خليجي 25 التي ستبقى عالقة في الأذهان لبرنامج صباح الخير يا عراق ثامر الشمري العراقية بغداد